هنحكي النهاردة عن قصة فينوم في الكوميكس بتدها قصة مع فينوم سيمبيوت ومن المفترض ان هو فضائي من كوكب اسمه كلاينتر الكيانات في كوكب ده عشان تعيش بتعتمد على مضيف بمعنى ان هي لازم تعتمد على شخص عشان تعيش وفي الغالب بيكونوا هما اللي مسيطرين عليه ارتبط فينوم سيمبيوت الاول مع سبايدر مان بالصدفة البحثة تعريبا لان سبايدر مان اصلا طلعوا بدون قصد لبس سبايدر مان كان متقطع من معركة طوحنة وده يخليها يروح لمكان عشان يصلح فيه البدلة وبالصدفة كان فينوم محبوس في نفس المكان وبعدها اول ما سبايدر مان حرر فينوم على الفور فينوم ارتبط بيه وعمل له بدلة سودة جمدة سبايدر مان قعد بنفس البدلة شوية وبعدها ادرك مهيت فينوم وشاف طرقه الوحشية في التعامل مع الناس عشان كده هو طلب من ريد ريتشارز اللي هو احد الفانتاستيك فور يعني المساعدة وكده وبفعل احد الاجهزة الصوتية بتاعة ريد فينوم بعدها هرب من سبايدر مان ولها ايدي بروك وهو احد الصحفيين اللي اتطلت بسبب بيتر باركر وسرعان ما اندمج معه فينوم وعرفه ان سبايدر مان هو بيتر باركر الفعلي بفعل الكراهية المشتركة اللي بينهم لبيتر باركر قرر ان هم ينتقموا منه ومن هنا اتولد فينوم